قبل ما ودي المقطع يا حبايب فجر زر اللايكات وبس بلش المقطع الخبر اولي عدى عن غيث مروان وصول حسابه بالتيك توك للخمسمائة الف متابع فان شاء الله الف مبروك اقبال المليون يا رب وطبع اللي تسنين يا حبايب نتباركوا لي بالكومنتات على هذا الانجاز الخرافي طبعا غيث مروان حاليا كل المتابعين قاعد يتهجمون عليه بالاخص بالتيك توك بعد ما نزل هذاك الفيديو يا حبايب اللي كانوا عن ما فكرت ان هو يدي الصور بنات للأصدقاء بعد ان نشار فيديو بعدها يا حبايب الفيديو اللي بعدها ما تعرض للتهجم وقاللولي احنا بعد ذاك الفيديو مصرنا نهضبك وبعد ان كتبولي يا حبايب شوية كومنتات ايجابية ولكن حطوله ايموجي الكاب ايموجي الكاب يا حبايب هو يعني عكس الكلام في شخص كاتب له مثلا واو بكيوت ويحط له ايموجي الكاب يعني قصده انه هو مو كيوت او هو مو حلو او هو ميضحك فكتبونا يا حبايب الكومنتات هل استعق غيث مروان كل هذا التهجم او لا ننتقل حاليا ويسان تيكت واشتياقه وحبه الحبيب تستبقى بيسان تيكت فويسام نزال احسابه بلا انستقرام شوية استوريات شان واحد متابعين قاعي سيلا انه هل انت اشتاقت البيسان تيكت فورد انه يبهو اشتاقلها وشان نتمنى يكونوا اياها بهذه الفترة لان هي حاليا دعاني من اكتئاب وحزن عليكم رحطكم للسوريات شوفوها شوفت لكم انتفكرته ايه اشتاقت لبيسان مش اصد اشتياق اشتاقت لك كتير شغلات في اسطنبول اشتاقت لك كل الفريق بس بيسان بالاخص كده بتمنى اكون جنبه بالفترة الماضية لانه لما الشخص ما ينزل استوريات كتير يكون ماله تمام مثل انا بالفترة الماضية على فكرة كتير بحكي معه وكتير بتطمن عنها وعادة اي انسان بمر بظروف يعني حتى نعمر بظروف وكذا وعادة بتصير نروح لي الاخبار فاريخ النور بالنسبة لأول شيء اللي هو ابو نورمار وتنزيله على سبب الفيسبوك هذي الصورة اللي بين نور وقمر الطائي فهل يعني يا حبايب نقوكو علاقة حب بين اتهم او يعني نقوكو عن ما الاب دي حاول يوضح بين نورمار وقمر الطائي كو علاقة ما دلش يسبب تنزيلها هذي الصورة اكتبنا بالكومنتات باسم الثاني شيء يا حبايب ولي هو نيرمين هل هي خلقات الحجاب لا يا حبايب فمحمد نزل هذي الصورة اللي هو كان فلتر فلتر مو كثيرين لا نزل الحجاب ولا شيء اللي عساس انه يخلي شعر نيرمين هذا الشكل باسم الثاني شيء يا حبايب ولي هو التهجم اللي اتعرض لنورمار بعد تنزيل المقلب اللي نزلها مبارحة لما كان فكرة اساس يغير دينه ويحط وشي ويغير شكله وحتى يغير لون عيونه ويحط حلق فهم الكومنتات يا حبايب صاركت بلا لانه الدين مش لعبة وانه شاء مفروض نستوي هذا الشيء عمود للمشاهدات مادر الصراحة ان حسن الموضوع عاد يكتبنوا الكومنتات ستحق التهجم او لا ننتظر حاليا الفضيحة احمد حسن وزينب والصراحة ان الشيء كل صادم اذا فعليا شان حقيقي الخاصة كلها بدأت يا حبايب لمن احمد حسن وزينب من حوال ثمانة شهر اعلنوا انه زينب هي حامل وصاروا سمون مقاطع الناس اساس هي حامل وانه هي راح تولد ولكن الصدمة يا حبايب انه حسب ما متوقع او حسب ما لاحظت انهم فعلين يكذبون على المتابعين وفعليا زينب هي مو حامل من الاساس اول شي بالنسبة للفيديوهات اللي حذفوها يا حبايب السابق اللي هي شانت فيديوهات انه اساس هي زينب شانت لح تحب او لح تولد من حوالي شهر ولكن سبحان الله صالح فوق الشهر كامل الان مولدت وبنسبة الثاني شيء يا حبايب اللي هو هذه الاستوريات ان نزلوها اللي كان من الواضح انه زينب يا حبايب بطنها مو منفوخة ولا هي حامل فوجهة بالاستوري اللي بعدها فجأة صارت هي حامل وصارت هي منفوخ بطنها يعني بنفس اليوم يا حبايب مثل ما شايفيني الاستوريات فجأة كانت هي مو حامل سبحان الله فجأة هي صارت حامل ومنزب اللي يسألن انه شون هي قدر تسوي هذا الشيء او كشي يا حبايب اسمه بطن اصطناعية يعني بطن انت كارت تحطها هي مو حقيقية عساس ان ان انت حامل ماذا بتعطي يا حبايب انا دائما توقعاتي صحيحة ولمر قلت لكم توقع وما صار واحد من الاشياء طبعا اللي يتذكر وما قلت لكم بيسان اسماعيل قبل اصلا ما تنزل ببوليفرد لمواهب قلت لكم ترهيد تسوي برنامج بالسعودية وطلع صح فالتحدي يا حبايب ولانا اتوقع انه زينب بعد كم يوم هو احمد حسن رح يقولن انه زينب مرح تولد او من انه احسن صار خطأ او صار شي بحث الولد انه مات لا سمح الله او صار شي فانتوني يا حباب بالكومنتات هتوقع ان فعليا زينبية حامل او انهي موضوع كل كده بع المشاهدين مو اكثر وبس اللي حباب انه وصالت المقطع تم نقطع جاكم لسوا انتفجروا هذا المقطع باللاكات وبيس جاناكم فيها زين ما اخذت منك القصاص مع السلامة